الفترة اللي فاتت دي جالنا حوالي مايقلش عن 8 حسابات تيك توك ومايقلش عن 6 قنوات يوتيوب كله مش عارف يوصل لقناته مش عارف يوصل لحسابه تمام هو بس بالصدفة تليفونه واحد اتسرق وواحد تليفونه اتفرمط وكذا حاجات من دي ومش عارف يوصل لحساب عشان كده عمل اقول الفيديو النهاردة اهم فيديو على الاطلاق لكل صاحب ايميل او لكل صاحب جيميل يعني ايه يعني صاحب قناة يوتيوب يعني صاحب حساب تيك توك رابطه بايميل يعني صاحب حساب فيسبوك رابطه بايميل يعني صاحب تويتر رابطه بايميل اي مناصر رابطها بايميل الفيديو دي يهمك ومهم جدا في البداية عايز اقول حاجة صغيرة قوي لما مثلا بنروح نشتري قفل او بنشتري كلون لباب تمام بيكون معا كذا نسخة من المفتاح نسخة ليك ونسخة لشريك حياتك ونسخة لأولادك ونسخة كمان بنعمل فيها ايه بنحتفظ بيها بنحتفظ بها ليه طب احنا بنعمل النسخة دي ليه وقت اللزوم المفاتيح دي ضاعت يبقى معايا فيه نسخة احتياطي تمام هي دي نفس الفكرة بتاع الفيديو بتاع النهاردة الا وهو عمل جيميل استرداد للجيميل بتاعك هنضيف جيميل استرداد على الجيميل بتاعك تمام في البداية اقدر ادخل من ايه نروح للتليفون ده كده الاول اقدر ادخل من جوجل كروم اقدر ادخل من برنامج الجيميل اقدر ادخل من اليوتيوب اقدر ادخل من المدجرة اي حاجة من دول تقدر تدخل منها لكلمة ادارة حسابك على جوجل تمام ممكن اما علش انا يعني مش عايز اطول الفيديو ولكن برضو عايز اشرحه بالتفصيل يعني عشان نمشي خطوة بخطوة الناس الي هما بتمعه اليوتيوب ممكن يدخل من اليوتيوب كده عادي من هنا تمام ده اليوتيوب العادي ده صفحتي وبروح على صفحة المكتبة دي النسخة القديمة جماعة دي النسخة القديمة النسخة الجديدة وتروح على صفحة المكتبة من هنا اهو الاول وبادغط على S tama هنا هنا يأتي لي إدارة حسابك على جوجل النسخة الجديدة بردو يعني ده اللي موجود بفتح هنا اللي بروح على اليوتيوب بروح على كلمة انت هنا اهي بضغط عليها تمام وانا في صفحة المكتبة في صفحة انت هنا بلاقي كلمة ايه حساب جوجل اهو ده بالنسبة لإيه لليوتيوب يبطخة اقدر ادخل من اليوتيوب واقدر برضو لو انا مش قادر ادخل او الناس اللي بتاعت تيك توك تقدر تدخل من جوجل كروم تقدر تدخل من برنامج الجميل تقدر تدخل من المطجر ناخد جوجل كروم مثال مثلا اي حاجة اي حاجة قدامك يعني وانت في جوجل كروم عادي جدا في البداية الصفحة الرئيسية كده هتعلام التابوك الجديدة اهو تمام ده علام التابوك الجديدة بضغط على صورة البروفيل اللي فوق هنا بيجيب لي الاميلات اللي معي بيضغط هنا على الايميل بتاعي ثاني بعد صورة البروفيل بضغط على الايميل بتاعي هنا تمام وبلاقي كلمة تحت الايميل بتاعي بلاقي ادارة حسابك على جوجل ادارة حسابك على جوجل ده منين من كروم بلاش كروم لو مش عاكبكو كروم ندخل على الجي ميل نفس الحكاية نفس الفكرة من برنامج الجيميل برضو سورة البروفير تمام وبردو هتضغط على سورة البروفير هايجب لك ادارة حسابك على جوجل وهكذا اللي بيعرف يدخل يقدم بس الفيديو دي اقريبا تمام هو نفس الايميل او سورة البروفير هضغط عليها هيجب لي ادارة حسابك على جوجل أهاي كلمة ادارة حسابك على جوجل بلايش الجيميل نروح على اي حاجة اي حاجة مربوطة بالإيميل بتاعك اللي انت هتشتغل عليه دي كل الحكاية لازم اوضحها بالتفصيل برضو هنضغط على سورة البروفيل هنا هلاقي ادارة حسابك على جوجل دخلنا من اي مكان سواء يوتيوب سواء من هنا المهم هضغط على ادارة حسابك على جوجل او من اليوتيوب من هنا هضغط على حساب جوجل يعني من اي مكان ايا كان ادارة حسابك على جوجل دخلنا ادارة حسابك على جوجل هنا الصفحة الرئيسية المعلومات الشخصية البيانات والخصوصية سأسحب هذا الشرط نحية اليمين اذهب على كلمة ايه؟ الامان اذهب على ايه؟ الامان دخلنا على الامان بنزل لتحت شوية انزل كمان انزل كمان بلاقي كلمة ايه؟ ممكن نفعل مازل تعجب وخطوطين ده على تليفونك ولكن اللي يهمني اللي هو النهاردة الحاجة المهمة جدا عندي رقم الهاتف المخصص للسرداد الحساب لو ضغطت عليها هتضيف رقم لما الجيميل بتاعك ده يحصل له اي حاجة من خلال رقم التليفون تقدر تسترد الجيميل او بريد الكتروني تاني مخصص للسرداد الحساب اهو ده اللي هو ايه؟ شرح فيديو النهاردة هضغط على بريد الكتروني ده اهو استرداد الحساب بيحمل معي شوية وبيفتح لي بالصفحة دي استخدام وفتاح المرور الخاص لاثبات هويتك اه هو هنا بيقول لك يعني شغل البصمة ومش عارف ايه ممكن اشغالها ولكن انا هقول له الافضل عشان بس ما اخرج من الدوشة دي اقول له تجربة اخرى هيقول لي بالباسورد هنشغل الباسورد ادخال هنختار هنا ايه اما استخدام مفتاح المرور يا اما الحصول على مساعدة اما ادخال كلمة ايه المرور هتضغط علي كلمة المرور تمام هدخل هنا الاول امرحل لايك ټ اعمل لايك tengah ups اعمل الفيديو اعمل تلك الفيديو وإذا لم اكتب pullsله اشفت في القناة تشفر وفضلا تكتب لي في التعليقات حتى تريد اما في الكم possible بعد ان دخلت الرق مثلا 떠�же ساهم ده او هنا بقوله التالي يده يده قدامك التالي بقولي هنا البريد الالكتروني المخصص لسداد الحساب نستخدم البريد الالكتروني المخصص لسداد الحساب بهدف التواصل معك اذا رصدنا نشاطا غير معتاد في حسابك او اذا تم حضر دخولك الى حسابك عن طريق الخطأ يعني لو تليفونك تسارق تليفونك ضاع حصل لك اي حاجة للايميل ده تقدر تسترده من جيميل ده ده حاجة مهمة جدا لكل صاحب جيميل بقولك عند تغير بريدك الالكتروني المخصص لسداد الحساب قد يكون بامكانك اختار تلك رموز الدخول على بريدك الالكتروني السابق المخصص لسداد الحساب تمام عنوان بريدك ده هنضغط عليها هندخل هنا نضغط على الحتة دي كده وندخل البريد الالكتروني بتاعنا اللي هو هنعمله ايه للجيميل يسترداد طيب البريد الالكتروني ده هل ينفع على نفس التليفون هو ينفع بس هل ده صح لا مش صح انا بحط مفتاح بعينه في مكان امن هو ده المفتاح الاحتياطي اسيبه فين بقى يبقى ممكن تليفون شريك حياتك سواء زوجك او زوجتك يعني زوجتك او زوجك تمام نصيحة بلاش اولادك لان الاولاد دايما متسرعين ممكن يفرموا التليفون ويعمل اعادة فرمتها للتليفون كده بسرعة اللي هو قعد الضبط مصنع يعني العلب ومتسرعين فاخليك في حد سابت يعني رئيسة كده يعني يا اما اخوك الكبير حد يكون عائل يعني تمام ادخل الايميل بتاعه هنا بس ده كل الحكاية تمام هندخل الايميل معانا مع بعض دلوقت تمام دخلنا الايميل وبقول له هنا التالي الايميل ده يكون على تليفون تاني ده افضل لك تمام وبقول له ايه التالي تمام بقول لي اثبات ملكية بريدك الالكترون مخصص صداد الحساب هيبعث لي دلوقت رسالة على تليفون التاني نروح للتليفون التاني كده وندخل على برنامج الجيميل ندخل على برنامج الجيميل بتاع الرسائل تمام ونحدث الرسائل هنا رسالة جاي من جوجل اهو هنا اهو بيقول لي فيها رقم تأكيد بضغط عليها بروح اجيب الرسالة واكتبها هما تمام دي رسالة التحقق اكتبها هما تمام ملكية البريد الالكتروني المخصص للحساب خلاص بس هو ده كل الحكاية تمام هاخرج من الرسالة دي كده في التليفون التاني بقى هيحدث لدلوقت جاب لي رسالة تانية تمام وبقول له ترجمة الى اللغة العربية جايب بقول لي اصبح عنوان بريدك الالكتروني الان عنوان بريد الالكتروني تمام الى صحيح عنوان بريد الالكتروني مخصص للشح يستخدم الان عنوان بريد الالكتروني المخصص للشحيح في حذف العنوان لو انا لريد ده يريد ان احذفuesto عوض جميل استرداد هضغط على حذف العنوان من هنا بس انا سبته كده خلاص احنا عملنا جميل استرداد دلوقتي لايه لحسابي تمام ده حاجة مهمة جدا نصيحة بالله عليكم بالله عليكم بالله عليكم تعملو لكل واحد عنده قناة يوتيوب حساب تكتوك مربوط بجميل فيسبوك مربوط بجميل تويتر اي حاجة رابطها بجميل اي حاجة رابطها بجميل اعملها حتى جميل الاساسي في تليفونك لو انت مشغل بجميل اعمل جميل اساسي على تليفونك كده وعليه كل حاجة شغلك عليه تمام اعمل بجميل استرداد اعلان ده اي حد تاني تمام بس حد يكون ثقه حد يكون ثقه لان كل رسالة المهمة هتروح هناك ومن التليفون الثاني وبتعمل الرجوع بترجع كده تحت كده بتنزل تحت كده بتلاقي عندك جالك الرسالة فوق في اجراءات الامن الاخيرة تم اثبات ملكية البريد الالكتروني المخصص استرداد الحساب وتم اضافة البريد الالكتروني الاسترداد الحساب هنا اه تمام ده في اجراءات الامن الاخيرة اه وانا اسف للاطالة واستأذن حضراتكم واي سؤال سيبوا في التعليقات او اه انشرفونا برضو في حلقات البث المباشر اليومية الساعة 9 ونص مساء بتوقيد مصر مش عارف في رمضان لسه هنشوف الموعيد ولكن ده معادنا الثابت ان شاء الله اه برد عليك مباشر برضو او لو سيبته في التعليقات ان شاء الله ارد عليك سواء بفيديو او اه ارد عليك في من خلال التعليقات في امان الله جميع السلام عليكم